يلا بينا نكمل مع بعض المغامرات بتاعتنا ونبتدي. مغامرة tour يعني جولة سياحية او اي جولة يعني مرشد سياحي اللي هي خبرة يعني رحلة طويلة بدون يعني بدوي لما اقول عشان موجودة في الكتاب بتاعنا بيقول يعني انا قعدت مع عائلة بدوية ماونت كاترين ماونت كاترين اللي هو جبل سانت كاترين اللي في مصر سايناي اللي هي سينة وعندنا اكراس سايناي يعني عبر سينة يعني حنعبر سينة كلها عشان فيه اكتافيتيز بنحتاجها عشان نعمل اكراس سايناي طيب يلا بينا نموف على الريدنج اللي عندنا في كتاب المدرسة هنلاقيها في صفحة 24 نستفيد بالكلمات اللي احنا تعرفنا عليها الجديدة ونحاول نفهم مع بعض الريدنج تاكست ده بيقول my tricking adventure رحلة المغامرة بتاعة سايران على الاقدام اللي كتابها باي احمد نشوفه كده بيقول احمد ايه next year السنة جاية I'm going to go tricking هروح رحلة سايران على الاقدام alright اكراس سايناي عبر مين عبر سينة a big adventure ودي حتكون مغامرة كبيرة بالنسباله I'm going to travel nearly 500 كيلو متر through mountains حسافر حوالي 500 متر through mountains يعني through mountains خلال الجبال from راس شطان من نقطة راس شطان ده مكان في سينة تو سربات الخادم ده مكان برضو في سينة اسمه سربات الخاتم طيب I'm going to sleep in a tent and stay with bedwin families ولنا يعني bedwin bedwin يعني بدوي with bedwin families يعني مع عائلات بدوية I'm going to have a guide اكيد هستخدم guide to help me find the way and a camel عشان ساعدني ألاقي طريق وألاقي جمل طبعا المكان ده ماينفعش تروح بعربيات فأنت لازم تركب أو تمشي تركب يعني جمل I'm going to be to carry food and water أنا ححمل food طعام ومية the journey is going to take me 43 days هتستغرق مني 43 days أكيد لما نكبر ممكن نجرب adventure زي دي بس مش هنحاول نعمل أي adventure بتكون difficult أو dangerous تعالوا نشوف الجنرال نوت دي إحنا عايزين نعرف إمتى نستخدم وإمتى نستخدم وإمتى نستخدم حرف الجر بصوا بقى قبل ما نشوف كده الأمثلة اللي احنا كتبينها دي أنا عايزاك تحفظ معايا إن شهور أيام ساعات تاني تاني إن شهور أيام ساعات حفظها كده عمرك ما حدت لغبة تعالوا نشوف بقى الكلام ده على الواقع هنا بيقول إن إحنا قلنا إن بيجي بعدها إيه شهور آهو إن بتيجي بعانها month أو year شهر أو سنة رحلتها حتبتدي in march خدنا حرف الجر إن طيب تعالوا على on on بتاخد الأيام يبقى شهور أيام يبقى on بتاخد الأيام زي on dates أو days of the week he is going to دهب حيسافر لدهب on 18th may ونقف لحظة الحكة دي دايماً بتيجي في الامتحان الناس الطلبة بتبقى عنها على may ويقولك إن may ده شهر من شهور السنة فبالتالي أنا حاخد in طيب إحنا هنا حطينا only حطينا on علشان ده يوم 18 في شهر مايو يوم 18 في شهر مايو طالما ده يوم يبقى ناخد طيب لو أنا شلت 18th دي حتتحول حرف الجر من on ل in حطيتي 18th حتتحول من in ل on ركز كويس قوي في النقطة دي عشان دايماً بتيجي في الامتحان وبيحط لك هنا رقم خلاص طيب يجي على المسال التاني بيقول we go swimming on Friday عشان ده يوم برضو فبياخد on المقات اللي هي الساعات فبقول I go to school at 7 بروح المدرسة الساعة سبعة يبقى in on at شهور ايام ساعات يلا بيا نكمل عايزيني نعرف الفرق ما بين scary و scared scary يعني مخيف حاجة بتخوف بتساوي كلمة frightening والكلمتين علينا يعني عندنا كلمة scary مخيف و frightening كمان مخيف ونشوف الاجزامبل بيقول rock climbing looks scary أو looks frightening طيب تعال نشوف على scared scared يعني خايف scared خايف أو خايف بص كده scared afraid frightened التلاتة معناهم خايف يبقى scared afraid frightened طب ايه الفرق؟ الفرق بس في درجة الخوف اقل درجة عام afraid afraid دي خايف بصورة بسيطة لكن scared و frightened هو خايف جدا تشوف المثال بيقول احمد was scared كان خايف when he saw the snake لما شاف الطعبان ممكن اقول scared وقلنا وممكن نقول frightened ما فيش مشكلة طيب تعال على النقطة دي مهمة جدا في النوتس بيقول ان do بتاخد sport وبتاخد كلمة activity فانا بقول I do sport in the morning أو do activity يبقى do بتاخد sport و activity طيب تعال نشوف بقى النقطة دي دايما بيه وفي الامتحان ونبقى محترين ناخد go ولا do ولا play ويهي الفرق ما بينهم؟ بصوا بقى بدل ما تقعد تحفظ كل المكتوب ده قدامك انا حقولك طريقة لطيفة جدا وسهلة قوي ما تحفظهمش وتفهمهم كده بالعقل انت عندك هنا go صح؟ اعرف كده طبعا انا بتكلم على sport امتى بتاخد go و do و play مش كل حاجة انا بتكلم على sport بس وال activities الانشطة والرياضات طيب بصوا بقى انت عندك ادي هنا go 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 يعني بلعبها لوحدي مش محتاج فريق بتلعب لوحدك او بتكون رياضة عنيفة يبقى الرياضة العنيفة والرياضة اللي بلعبها لوحدي بتاخد قبلها دو بص كده بيلعب ألعاب الأكروبات مفيش فريق كامل هو بتلعب لوحدك بتتمرن بتعمل بوش اوب اللي هو الضغط ممكن اقول رياضة عنيفة بتتلعب لوحدك صح؟ طيب ممكن اقول يعني اي رياضة عنيفة او بتلعبها لوحدك تعال بقى على play طيب احط play امتى؟ بالعقل كده play اي رياضة في الدنيا فيها كورة بتتلعب بكورة احط لها play اي رياضة هلعبها بكورة خلاص هستخدم فيها الكورة مش لازم تكون فيها كلمة ball ولكن بتتلعب بكورة بس كده play badminton play badminton madminton دي اللي هي كورة الريشة مفيهاش كلمة كورة خالص مفيهاش كلمة ball ولكن هي بتتلعب بالكورة طالما هتتلعب بالكورة هي بحط play يبقى play badminton play baseball جاب لك ball له play basketball play football play hockey hockey بيتلعب بحاجة كده دورة كده شبه الكورة بس هي مش كورة يعني play ping pong play soccer soccer اللي هي زي كورة القدم كده الامريكية و play squash يبقى play اي رياضة فيها كورة يبقى انت كده مش محتاج تحفظ جو بحط لعين جي دو حاجة رياضة عنيفة او بلعبها لوحكي وبلاي بتكون رياضة بتتلعب بكورة بس فانت مش محتاج تحفظ يلا بينا ناخد short practice كده على كل اللي خدنا النهارده مع بعض نجرب وقف السكرين حاول تحلل اسئلة وبعدين double check the answer with me number one next year I'm going to go tricking نقط سيناي خلي بالك ان الاربعة تشوز شبه بعض number one بيقول across مفروض ما احنا حفظناها خلاص صح كده يعني عبر سيناء number two when I go camping in the desert I always sleep in اه بنا في لما بكونت في desert tent excellent number three طب لو احنا في desert برضو I love staying with noat families بدون صح عائلات ايه بدوية تعال على number four we are going to arrive at Luxor نقط 4th January خلي بالك ده مش شهر بس ده شهر قبلي ايه قبلي يوم هتاخد اين ولا on in on at شهور ايام ساعاتي بقى الاجابة on excellent number five which activity are you going to نقط tomorrow احنا متفقين ان كلمة activity بتاخد معاها do activity excellent يلا بينا ناخد كده dialogue خفيف finish the following dialogue نعمل practice عليه بيقول tourist بيتكلم مع guide مش يتساحي يتكلم مع tourist يعني ساح بيقول له how can I how can we get to a swan ازاي نقدر نروح اصوان احنا متفقين ان احنا بنحل dialogue بكلمة واحدة بس by نقط or plane ممكن نروح by نقط or plane by by train yes tourist بيكلم الساقح بيقول how long does it نقط to go there by train how long does it take يعني does it take تستغرق وقت قاله about 12 hours احنا بنجاوب again بكلمة واحدة when does the train leave وطبعا قلنا الاجابة ايه بينا جدا تحت at 8 o'clock in the in the morning صح in the evening كمان صح طالما هو ما ساب ليش علامة يبقى الاجابتين صح فانحنا اختارنا in the morning alright وبكده نكون خلصنا اول جزء في unit 9 هو معلش معنا فيه كلمات جديدة نحاول نرجع عليها وشوفك على خير ان شاء الله المرة الجاية عندنا سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة